يعني إحنا عادةً التعليم عندنا في الجامعة مختلف شوية إنه هو project based learning مش مجرد إنهو بياخد الحاجة as an abstract كده لأ هو بيحاول يشوف إزاي أطبقها إزاي أطوعها بنحاول نشوف إيه المشاكل اللي موجودة في مجتمعنا نقدر نحلها ونapply عليها حلول حقيقية من خلال theoretical sciences اللي هم تعلموها طب هنا الرؤى والأفكار مين بيحددها للطالب ولا المجموع بشكل عام كأستاذة أول بيحصل فيه شراكة ما بين الطرفين هو الأول بيبقى فيه بنحدد سيم معين للإيفنت يعني عايزين مثلا نتكلم على industry 4.0 عايزين نتكلم على صحة عايزين نتكلم على applications معينة وبنعرضها في البداية السنة لكل الدكاترة فكل دكتور بيشوف إيه الapplications اللي ممكن يستخدمها في الكورس بتاعه تفتل حاجة من المجالات دي وعن طريقها بعد كده بنعرض لستة مشاريع للطلبة والطلبة بتاخد الليستة دي وبتبدأ تإنوفيت فيها وتحسن فيها ونبدأ نسوبرفايدهم طول الرحلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر